بسم الله الرحمن الرحيم اليوم راح نبدي باخر محاضرة من محاضرات التشريح المقارن اتناولنا بالمحاضرة السابقة الجهاز الهضمي واخر شيء اخذناه هو المرء اليوم راح نبدي بالتركيب اللي يجي بعد المرء هو المعدة stomach فنجي الى مقارنة هذا العضو او هذا الجزء بالحيوانات المختلفة stomach is the expanded region of the elementary canal اذا المعدة هي الجزء المتوسع expanded من القناة الهضمية between esophagus and intestine فهي تقع بين المريء والامعاء هذه الصور هي اشكال الجهاز الهضمي في الحيوانات المختلفة للاطلاع حتى نشوف مقارنات هنا عندنا مثلا السايكلوستوم او اللامبري دائرية الفم اللي هو الجلكة اللامبري او البيترومايزون هذا سمك القار هذه الجهاز الهضمي ماله هذه الشارك اللي هو القروش هذه اللي تلاحظون الجهاز الهضمي ماله مكوناته هذه الضفادع البرمائيات وعدنا الزواحف متمثلة بالترتلس والحفات هذا الجهاز الهضمي ماله وهنا الطيور متمثلة بالحمامة البيجن واخر شي عندنا المامر الثديات تتمثل بالانسان فهذه مقارنة حتى نشوف التراكيب المختلفة لأعضاء الجهاز الهضمي سنجي نسوي مقارنة بين الحيوانات المختلفة من حيث المعدة المعدة تكون معدومة أو غير موجودة في دائرية الفم وهذه الحبليات البدائية اللي أخذنا أمثلة عليها سابقا البلاناكلوسوس مثلا الأنفيوكسوس من هذه المجموعة إذن لا تحتوي هذه المجموعة على معده except for some euro chordates ما عدا بعض الحيوانات ذيلية الحبل إنه just stomach is present يعني أكو استثناء فهي البقية ما موجودة لكن بال euro chordates بعضها هناك نلاحظ وجود معده a well developed stomach occurs in elasmobranchs and tetrapods إذن هناك معده نامية بشكل جيد موجودة وين في صفيحية الخياشيم هاي ما أخذيها المصطلحات إحنا سابقا ورباعيات الأخدام التترابوت اللي تبدأ من البرمائيات صعودا إلى الثديات فإذن هذه تحتوي على معده واضحة أو نامية بشكل جيد وتلاحظون بهذا الشكل موجودة بس تلاحظون هنا هنا عندنا بالشارك هذي هذه موجودة هي stomach هنا عندنا بالفروغ أيضا هذه stomach معده وهنا عندنا الترتل أو الزواحف هذه stomach وفي حالة الطيور أيضا موجودة هذه إنساميها Proventriculus وسنجعلها هي المعدة وبالثديات هذه المعدة إذن موجودة بالتترابوت هذه التركيب أو المعدة The human stomach سنجي إلى تركيب معده الإنسان شنو مكوناتها The human stomach is divided into four regions إذن معده الإنسان تنقسم إلى أربع مناطق هذه المناطق هي كما يأتي بالرسم موضحة أول منطقة الكاردية نسميها الفؤاد تعرفون كلمة كاردية قلبي تجي فهنا نروح عليها الفؤاد الفؤاد هي المنطقة المتصلة بالمرئ بالإسوفيغاس هذه الجزء نسميها الكاردية أو الفؤاد الجزء الثاني هو الفندس نسميه القاع أو الجوف هذا الجزء هو الفندس الجزء الآخر هو البودي الجسم هذا تشوفوه كله هو يمثل الجسم وآخر جزء البايلورس هو البواب نسميه اللي يتصل بالإثني عشري أو ديودنم عن طريق عاصرة نسميه بايلوريك سفنكتر العاصرة البابية أو البوابية هذه العاصرة فإذن هذا تركيب معده الإنسان في فشز هنا نجيس على الأسماك فنقر لايك بايلوريك سيكي أو سيكي هذا المصطلح إما ينكتب سي أي إي أو سي إي نسميه الأعور كلمة سيكم الأعور وسيكي هي الجمع فإذن نلاحظ بالأسماك وجود تراكيب الأعورية بوابية تشبه الأصابع فنقر لايك تشبه الأصابع إذن بالأسماك عند منطقة اتصال البواب هاي كلمة بايلوريك مع الاثنى عشري هناك تراكيب ذات نهايات مزدودة نسميها بالأعور البوابية اللي تشبه الأصابع وهذا الرسم موجودة هنا واضحة هاي تلاحظوها إيه هذا هاي في الأسماك هاي التراكيب إيه هذه وهذه هي بايلوريك سيكا بين المعدة هذه المعدة وهذا الاثنى عشري الديودينم موجودة هاي التراكيب نسميه البايلوريك سيكي تجمع ما لها سنجي على الطيور اللي تتناول البذور أو الحبوب تعرفون مثل الحمام الدجاج يتناول الحبوب أو البذور سنجي على الطيور إذن في هذه الحيوانات اللي تتغذى البذور نلاحظ أن المعدة تنقسم إلى المعدة نسميها الأمامية تحتوي على الغدد المعدية والجزء الثاني من المعدة نسميها القانصة القانصة العضلية كلمة تغذى تعني القانصة فالمعدة جزئين بالطيور اللي تتغذى على البذور الجزء الأول نسميه البروفينتريكولاس اللي هي المعدة الأمامية والجزء الثاني هو القزرد اللي هو القانصة لو تلاحظون الرسم خلن نرجع على الرسم هذا الرسم بالطيور هذا هي بالطيور فهذا الجزء هو البروفينتريكولاس المعدة الأمامية وهذه القانصة القزرد نلاحظها بالدجاج مرات هذه يملح وصلة ويكون تركيبها عضلي هذه تسحق المواد الغذائية هي هذه تسحق ميكانيكي هذه نسميها القانصة إذن نسميها قزرد القانصة القانصة بيش تكون مبطنة لايند باي هورني أبيثيليوم عفو تكون مبطنة بظهارة متقرنة هورني أبيثيليوم ظهارة متقرنة إن وجد mechanical digestion takes place فإذن داخل القانصة يحدث الهضم الميكانيكي إذن الهضم الميكانيكي يحدث داخل القانصة اللي ينشن بيها ظهارة متقرنة فتسحق الطعام يعني المواد الغذائية تسحقها فهذا نسميه الهضم الميكانيكي نجعل المشترات تعرفون المشترات عادة معدتها تكون مركبة تختلف عن معدت بقية الحيوانات لأن الحيوان يمر بمرحلة أثناء تناول الطعام يسميه الاجترار رومينيشن يتناول الطعام وداخل الفم ينضغى ينزل المعدة بعدين يرجع مرة اللخ يبقى فترة يصعد مرة اللخ إلى الفم يسميها اجترار إلى بعدين يصل مرحلة يروح إلى بقية أجزاء المعدة فنجلس نرى تراكيب المعدة المركبة بالمشترات إذن من أمثلة الأبقار من المشترات المعدة تتألف من أربع غرف أو أربع ردهات أول رده نسميها الرومين يسميها الكرش يمكن مشايفية من ذبحون الحيوانات الخرفان أو الأبقار تطلع ضخمة جدا يسميها الكرش المنطقة الثانية جذة ثانية يسميها راتيكولم القلنسوة القلنسوة الثالثة أميسم أم التلافيف نسميها أم التلافيف والمنطقة الرابعة أب أميسم المنفحة فهذه أربعة أقسام أو ردهات المعدة بالمشترات The first three chambers أول ثلاثة ردهات أو غرف اللي هي الرومن والراتيكولم والأميسم serve as reserve words of food تعمل كمستودعات أو كمخازن للطعام يعني ما بيها عملية هضم فقط خزن الطعام أما الردهة الرابعة The ab omiesum اللي سميناها المنفحة represents تمثل هذه المنفحة The true stomach هي المعدة الحقيقية اشتحتوي containing gastric glands تحتوي على الغدد المعدية يعني تم بيها عملية الهضم وتجزئة الطعام تلاحظون هذه الصورة تمثل لي معيدة المشترات تشوفون هذا عندنا المرأ هذه أول جزء اللي هي الرومن الكرش هذه الراتيكولم هذه الثانية اللي هي القلنسوة هذه الأميسم اللي هي أم التلافيف وهذه هي الأب أو ميسم اللي هي المنفحة فتلاحظون هذه الأسهم باللون الأحمر تمثلي اتجاه الطعام يعني شون الطعام الطعام من يتاول الحيوان رح ينزل بعد ما يمضغ داخل الفم يدفع للمريء ينزل إلى الكرش بداخل الكرش يبقى فترة تصير علي بعض التغيرات يرجع مرة شوفوا هذا السهم يصعد مرة الغذاء للفم ويمضغ الحيوان يعني يبلع الطعام ويرجع مرة الأخ بالفم فتجري عدة عمليات إلى أن بعدين يتحول الطعام من الروم إلى الريتكولم إلى الطقاية اللي نسميناها القلنسوة ثم يتحول إلى الأميسم اللي هي أم التلافيف ويروح إلى الأب الأميسم المنفحة ويتم عمليات الهضم ويروح بعدين إلى الأمعاء فهذه نسميها عمليات الإجترار يعني يتناول الطعام ويرجع على الروم ويرجع مرتلوح إلى الفم فهذه هي المعدة المركبة نسميها معدة المشترات انتهينا من المعدة نأتي إلى الأمعاء الدقيقة small intestine نشوف بحيوانات شنو مواصفاتها Encyclostomes في دائريات الفم اللي هو اللامبري من أمثلتها الجلكة والإلازمو برانكس هذه صفحية الخياشي من أمثلتها الدوك فش اللي هو القروش القرش وصم بريميتف بوني فش وبعض الأسماك العظمية البدائية مثل الستيرجين هذا ما أخليه بالتصنيف بالبداية الحفش اسمه فهذه المجاميع من الحيوانات intestine is short تكون الأمعاء بها قصيرة بهاي المجاميع وستريت and wide tube هي عبارة الأمعاء عن أمبوب قصير مستقيم straight وواسع wide tube its lumen contains الشيحتوي التجويف ما للأمعاء its lumen contains a spiral valve يحتوي على في التركيب نسميه الصمام اللولبي spiral valve الصمام اللولبي شنو أهميته which increase the surface area for absorption يعمل على زيادة سطح الامتصاص أو المساحة السطحية للامتصاص يعني حتى يمتصر المواد الغذائية فيزيد المساحة السطحية هذا نسميه الصمام اللولبي لو نرجع الرسم قبل شوية ستشوفون شكله هذا تلاحظون هنا هذه الأمعاء هي هذه بالشارك القرش تشوفون هذا التركيب مثل الحالزون هذا هو نسميه spiral valve يزيد المساحة السطحية لامتصاص هذه في هذه المجموعة من الأسماك نجعل الأسماك العظمية والرباعيات الأقدام teleost and tetrapost intestine الأمعاء في هذه الحيوانات is without a spiral valve إذن لا يوجد spiral valve في هذه الأسماك ورباعيات الأقدام without a spiral valve elongated الأمعاء هنا برباعيات الأقدام والتليوس هذه الأسماك تكون متطاولة الأمعاء coiled ملتفة and differentiated into small and large intestines وتتميز الأمعاء في هذه الحيوانات إلى منطقتين أمعاء دقيقة small intestine وأمعاء غليظة large intestine small intestine is the chief side of digestion and absorption إذن الأمعاء الدقيقة تعتبر الموقع الرئيسي لعملية الهضم digestion والامتصاص absorption it's internal surface bears villi السطح الداخلي لهذه الأمعاء الدقيقة يحمل الزغابات ما أخذيها مرة علينا المفرد مالها villas في bears villi يحمل الزغابات هذه أهميتها الزيد سطح الامتصاص أيضا which increase the absorptive area هذه الزغابات تعمل على زيادة المساحة السطحية الخاصة الامتصاص أو مساحة الامتصاص الزيت absorptive area مساحة الامتصاص نجد بالثديات in mammals the small intestine can be divided ما أخذيها بالفسلج سابقا فبالثديات الأمعاء الدقيقة يمكن أن تقسم إلى الاثنى عشري diodenum gigonum الصائم gigonum and ileum اللفائفي فبالثديات هناك ثلاث مناطق diodenum الاثنى عشري gigonum الصائم و ileum اللفائفي such regions are absent or less well defined in other vertebrates هذه المناطق الثلاث اللي ذكرناها تكون معدومة أو أقل وغوحا يعني يعني مو كل شواضحة مثل ما بالثديات ففي بقية الفقريات الديodenum والججونum وال ileum تكون معدومة يعني ما تكون موجودة بهالشكل الواضح كما بالثديات or less well defined أو أقل وضوحا أو تحديدا فإما تكون معدومة أو أقل وضوحا هذه فيما يخص الأمعاء الدقيقة نجح على الأمعاء الغليظة large intestine the large intestine ليس سميت so named for its large diameter سميت بالأمعاء الغليظة وذلك لكبر قطرها يعني قطرها سيكون أكبر من اللمعاء الدقيقة as usual a straight tube فإذا اللمعاء الغليظة هي عادة هنا أكو حرف T ناقص straight T هي عبارة عن أنبوب مستقيم passing to the كلوكا or anus تمر إلى المجمع أو سمينا المذرق كلمة كلوكا أو الاست أو فتحة الشرج حجب الحيوان يعني مثلا بالطيور عندنا كلوكا مثلا بالثديات أو anus فهي تنتهي بالنهاية Hsimyucosalax بالله يرى هنا البطانة المخاطية للأمعاء الغليظة خالية من الزغابات إذا الزغابات موجودة فقط في الأمعاء الدقيقة بينما بالغليظة تكون معدومة In most fishes and amphibians نجي هنا في معظم الأسماك والبرمائيات Large intestine اللي هي تتمثل بالقولون أو المستقيم colon or rectum يعني الأمعاء الغليظة تتمثل بالقولون colon أو المستقيم rectum شو تكون الأمعاء الغليظة في معظم الأسماك والبرمائيات straight أيضا مستقيمة short وقصيرة and leads into posterior chamber called clueica وتأدي الأمعاء الغليظة إلى غرفة أو ردها خلفية نسميها المذرق أو المجمع نسميه clueica المصطلح هذا المصطلح سابقا نحن clueica هذا يفتح المجمع أو المذرق مو بس يستلم فضلات الجهاز الهضمي وإنما يستلم أيضا مكونات القنوات التناسلية والبولية إذن clueica also receives the urinary and genital ducts يعني القنوات التناسلية والبولية تصب وين تصب clueica في المذرق أو المجمع and opens to the outside وتفتح إلى الخارج through clueical aperture or opening تفتح إلى الخارج عن طريق فتحة نسميها فتحة المذرق أو فتحة المجمع كلمة aperture تعني فتحة وأوبنينج أيضا تعني فتحة فإذن هذه فيما يخص ال clueica وأيضا بالرسم موجودة يعني لو نرجع على هذا الرسم هو اللي يمثل المقارنة بين الحيوانات المختلفة تلاحظون مثل سهن أنا عدنا شوفونا أنا بالزواحف عدنا clueica هذا المستقيم يتصل به clueica وهذه clueica aperture هاي الفتحة بالطيور نفس الشي هم بينما بالثديات لا الفتحة اللي تؤدي إلى نهاية الجهاز الهضمي هي فتحة الشرج إنص وهناك فتحة بولية وتلاسلية مستقلة هاي وين بالثديات بينما هنا لا مشتركة تكون هذي فيما يخص نهاية ال clueica أو المذرق أو سمينا المجمع all mammals except the monotremes هنا عدنا كل الثديات باستثناء المونotremes هاي اللي سميناها أحادية المسلك ما أخذيها المصرحات كلها سابقا هذي حيوانات ثدية بيوضة تمتلك مسلك واحد للإبراز والتناسل يعني عكس البقية الثديات بها فتحة شرج مستقلة مثل منقار الباط آكل النمل الشوكي هاي خذناها سابقا فإذن كل الثديات ما عدا هذه أحادية المسلك and many bonifiches والعديد من الأسماك العظمية لك كلوكا تكون فاقدة للمذرق مثل ما شفتوا بالثديات يوجد أنص لا يوجد كلوكا المذرق وين يوجد في صفيحية الخياشيم الاسمو برانكس مثل الشاركس والريس هاي خذناها القروش والشفنين هاي خذناها الحيوانات وأيضا موجودة بالأمفيبيانز بالبرمائيات والريبترز والزواحف والطيور إذن اللي كلوكا موجودة بهذه الحيوانات بينما بالثديات هناك أنص انتهينا من الجهاز الهضمي أجزائه نجي إلى الملحقات اللي وي الجهاز الهضمي اللي هي الكبد والبانكرياس نبدأ بالكبد اللبر فإذن كل الفقريات تمتلك كبد من بين هذه الحيوانات الحبليات البدائية الهيباتيك سيكم نلاحظ موجود ما يسمى بالأعور الكبد is found in the approximate position in which the embryonic liver forms in vertebrate embryos يعني بالبروتو كوردي ما عدنا كبد لكن موجود موجود أعور كبدي هذا الأعور الكبدي إذن يوجد في المكان التقريبي نفسه اللي يتكون بالكبد بالجنين يعني نفس المكان اللي يتكون الكبد بالجنين هناك أعور كبدي في الحبليات البدائية in fishes بالأسماك euro deals هذه الزيلية من جماعة البرمائيات and snakes الزيق والثعابين liver is elongated سنجينا على شكل الكبد بهذه الحيوانات فإذن بالأسماك والذيلية هذه الحيوانات الذيلية مثل السلامندر euro deals and snakes والثعابين الكبد يكون متطاول narrow and cylindrical ويكون ضيق وأسطواني هذا الشكل but in bears and mammals أما بالطيور والثديات شون شكل الكبد يكون قصير short broad عريض and flattened مسطح إذن بالثديات والطيور يكون قصير عريض مسطح بينما هذه الحيوانات متطاول وضيق وأسطواني هذا شكل الكبد في هذه الحيوانات بشكل عام نجي إلى الكبد الفصوص مالتي chanfos liver is biolobed in elasmobranx يكون ثناء الفصوص في هذه الحيوانات elasmobranx two or three lobbed in tiliost في الأسماك العظمية يكون من فصين إلى ثلاث فصوص amphibians reptiles and birds وأيضا كذلك فإذن هو من فصين إلى ثلاث بالتليost الأسماك العظمية والبرمائيات أيضا والزواحف والطيور and many lobbed in mammals أما بالثديات فيكون متعدد الفصوص هذا فيما يخص فصوص الكبد شنو أهميت الكبد أو خلائي الكبد liver cells manufacture biol إذن خلائي الكبد تقوم بصنع الصفراء which is stored in the gall bladder وتخزن في كيس الصفراء اللي نسميها المرارة before released into the diodenum إذن الصفراء تصنع بالكبد وتخزن بالكيس الصفراء أو المرارة قبل أن تطرح إلى الـ 12 أثناء عملية الهضم buy your serves to emulsify fat سابقا أيضا بالفزلجة وظيفتها أو تعمل على استحلاب الدهون emulsify fat استحلاب الدهون نجعل gallbladder اللي هي المرارة أو كيس الصفراء the gallbladder is absent in cyclostomes إذن تكون معدومة في دائرية الفئ معدها كيس صفراء most bears ومعظم الطيور أيضا معدها كيس صفراء and a few mammals والقليل من الثديات أيضا ماعدها كيس صفراء إذن معدومة في هذه الحيوانات but it is present إلا أنها موجودة كيس الصفراء موجودة أو موجود in elasmobrancs في هذه الحيوانات صفحية الخياشيم and bonifiches والأسماك العظمية amphibians البرمائيات reptiles وزواحب a few birds والقليل من الطيور لأنه نقلنا معظم الطيور ماعدها مرارة لكن القليل منها عدها مرارة and most mammals ومعظم الثديات إذن تلاحظو هذه المرارة إما تكون مختفية في مجموع الحيوانات وموجودة في حيوانات أخرى نأتي إلى البنكرياس The pancreas is an exocrine gland عبارة عن غدة خارجية الإفراز يعني يفرز أنزيمات producing pancreatic juice يكون أو يولد العصار البنكرياسية التي تحتوي على الأنزيمات وبنفس الوقت البنكرياس and an endocrine gland عبارة عن غدة صماوية يكون الهرمونات مثل إيش الهرمونات producing insulin insulin and glucagon وهرمون glucagon تعرفون الانسولين يقلل السكر بالدم والglucagon يزيد السكر بالدم إذن البنكرياس غدة خارجية يفرز عصارة بنكرياسية وغدة صماوية تفرز هرمونات Invertebrates بالفقريات The pancreas is not always organized into the secret organ إذن بالفقريات البنكرياس لا يكون منظم دائما بشكل عظو مستقل يعني مثلا بالإنسان هو موجود تحت المعدة بشكل عظو مستقل فكلمة discreet يعني منفصل أو مستقل يعني عظو منفصل بحد ذاته فإذن في الفقريات البنكرياس مو دائما موجود بشكل عظو منفصل مثلا هسا نجيل من المقارنة اللامبري اللامبري هو الجلكة The endocrine pancreas is close to the wild act فإذن عندنا البنكرياس اللي هو الصماوي اللي يفرز هرمونات وين يقع؟ يقع بالقرب من القناة الصفراوية bioduct and separated from the dispersed exocrine pancreas يعني نانع عندنا الجزء الصماوي للبنكرياس يقع قرب وين القناة الصفراوية ويكون مفصول عن شنو عن البنكرياس خارج الإفراز اللي يكون بشكل منتشر يعني مو موجود بموقع معين لا منتشر along the intestine على طول الأمعاء فتلاعظون كعضو مستقل أو منفصل لا وإنما جزء مننا قريب من القناة الصفراوية وجزء الآخر يمتد على طول الأمعاء in sharks في حالة القروش the pancreas forms a discreet gland هنا لا يكون بشكل غد منفصل بالقروش مكونة من جزء خارجي exocrine and endocrine components فإذا مكونات الخارجية والصماوية تكون في نفس المكان إذن هنا يكون بشكل عظو مستقل أو منفصل in bonifishes بالأسماك العظمية A distinct exocrine and endocrine pancreas are present فإذن بالأسماك العظمية اللاحظ هناك pancreas خارجي الإفراز وصماوي موجود بشكل بارز أو متميز distinct يعني بارز أو متميز بينما بالتترا بوتس ربعيات الأخدام pancreas اللي هو exocrine والإندocrine الخارجي الإفراز والداخلي is present فبالتترا بوتس إذن هناك pancreas داخلي وخارج الإفراز as a discrete organ موجود بشكل عظو منفصل وين يقع located near the diodenum يقع قرب الاثني عشرية هذا آخر ما تبقى من المحاضرة هذه اللي خاصة بالجهاز الهضمي الآن راح نبدأ بالمحاضرة التكملة هو نبدأ بالجهاز التنفسي respiratory system ومقارنت بالحيوانات فنجي ما هو المقصود بالrespiration التنفس إذن تعريف التنفس يعني هو أخذ الأوكسجين إنتيك أو أوكسجين and getting rid والتخلص كلمة get rid يتخلص والتخلص من ثنائي أوكسيد الكاربون by a living organism عن طريق هو الكائن الحي هذا نسمي التنفس فالتنفس هو أخذ أوكسجين وطرح CO2 ثنائي أوكسيد الكاربون عدنا عمليتين بالتنفس external respiration التنفس الخارجي شي مثل هو gas exchange between the environment and the blood ما أخذي احنا بالفسجة سابقا هو التبادل الغازي بين البيئة والدم هذا نسمي تنفس خارجي internal respiration هو gas exchange between the blood and the body tissues إذن التبادل الغازي بين الدم و انسجة الجسم هذا نسمي internal respiration vertebrates have two principal types of respiratory organs إذن الفقريات تمتلك نوعين من العضاء التنفسية إما الغلاصم أو الخياشيم gills هايوين التنفس المائي for aquatic respiration إذن الخياشيم أو الغلاصم للتنفس المائي in water داخل الماء وعدنا الرئات هذه بالهواء تنفس الهواء lungs for terrestrial respiration كلمة terrestrial أرضي يعني إحنا بالأرض الحيوان عليابسة يتنفس الهواء فإذن لأغراض التنفس الأرضي in air بالهواء نجعل gills مواصفاتها وتركيبها الغلاصم أو الخياشيم the girl الخيشوم أو الغلصم is composed of two rows of girl filaments or lamelli إذن كل خيشوم يتكون من صفين من الخيوط الغلصمية أو الصفائح الغلصمية أكو رسم سيوضح إنا هذا التركيب السنجة علي هذا الرسم تلاحظون هذه منطقة الرئيس مال السمك هذه الاعتيادية هذه منطقة الغلاصم وهذه كلها هي الغلاصم وهذه هي الخيوط الغلصمية إذن تلاحظوها هذه كلها عبارة filaments with lamelli هذه كل واحد من ذن عبارة عن خيط غلصم هي نفس هذه مكبرة هذه خيوط غلصمية كلها وهذه اللي بالعروف موجودة الدوائر مثل الدوائر هذه صفائح غلصمية نسميها lamelli فهذه filament وهذه المستعرضة lamelli هذه نفس مكبر هذا هو نفس كل filament خيط وهذه هي lamella وهكذا وتشوفون هي بيها الأوعية الدموية التي تم التبادل الغازي بيها فإذن هذا هو تركيب الغلاصم نجعل مصطلحات بعدين نجعل كل واحدة مثل each filament نجعل تركيب الخيط الواحد contains a capillary network إذن كل خيط يحتوي على شبكة من الأوعية الشعرية حتى تتم بها التبادل الأكسجين والCO2 gills are supported by gills arches إذن الغلاصم تسندها الأقواس الغلاصمية نسميها تدعمها أو تسندها تلاحظون هو سهنان هذا هو الـ gills arches هذا نفس هو نفس مدول هنا بالداخل هذا نسميه القوس الغلصمي يسند هذه الخيوط الغلصمية وتلاحظون هذا اللون الأزرق هو عبارة عن أوردة وتتشعب إلى شعيرات ويرجع الدم بشرينات هذه الأحمر فيتم التبادل الغازي هنا عن طريق هذه الشبكة من الأوعية إن بونيفش بالأسماك العظمية gills are covered by an operculum مثل ما شايفين هاي الأسماك الاعتيادية الغلاصم مغطات بغطاء الغلاصم أو غطاء الخياشي نسميه operculum هذا هو مكان هنا مشيول مثل الدائرة هذا نسميه operculum غطاء الخياشيم which arises from the hyoid arch إذن غطاء الخياشيم من ينشأ من القوس اللامي القوس اللامي وقدنا في التركيب يشبه حرف اللام باللغة العربية فسمى القوس اللامي هذه الخياشيم التي نشرحها بالأسماك these girls are called internal girls نسميها بالغلاصم الداخلية يعني مثل ما تشوفوها هي موجودة داخل هذه المنطقة هي نسميها داخلية لأن حيوانات أخرى يوجد غلاصم خارجية للخارج نجعلها فإذن هاي نسميها غلاصم داخلية internal girls عدنا تراكيب هنا نسميها girl records مرات يسموها الجرافات الخيشومية أو الأسنان الخيشومية girl records الأسنان أو الجرافات الخيشومية هاي مثل المصفي كأنما مصفي تشوفوها هاي هاي البروزات إي هذي هذي وهذي هاي نسميها girl records هاي نفسها هنا بالرسم هاي نسميها الجرافات أو الأسنان الخيشومية إي هذي هاي شون مثل المصفات تصفي الماء عن الأكل إذن girl records تساعد في ترشيح الغذاء عن الماء يعني ماذا دخل غذاء وماء هي تحتاج الماء لغلاصهم فتحاول ترشحها عن طريق القل ريكرز هناك بالأسماك العظمية موجودة غذاء الغلاصم باللامبري والشاركس القروش هناك فتحات غلصمية متعددة انتربرانكيالسبتم ايز ديبلوبت ان الاسموبرانكس هناك يتكون في التركيب نسميه الحاجز بين الخيشومي الحاجز بين الخيشومي انتربرانكيالسبتم هسه نجي قرسمي يوضحها هذا الحاجز يتطور يتطور او ينشئ في الاسماك صفيحية الخياشيم يعني الشارك هو من هده ويكون هذا الحاجز ريديوست ان كايمراز هاي سموه الاسماك الخرافية اخذناها سابقا الشكل الاسماك يكون غريب اما تلفظ كيميراز او كايمراز الاسماك الخرافية شكله غريب يكون جريكلي ريديوست او ابسنت انتليوست بينما بالاسماك العظمية يكون هذا الحاجز اما مختزل بشكل كبير او معدوم فاذا هذا الحاجز موجود بالالازمو برانك صفيحية الخياشيم مثل الشارك مختزل بالكايمراز وتقريبا مختزل بشكل كبير او معدوم بالتليوست الاسماك العظمية فاذا تشوفون الشكل هذا الشكل تشوفوه هسه هسه هنان عندنا هاي انواع الغلز الغلاصم بالاسماك ماخدين مقطع عرضي بالغلاصم شوفوهنان بالالازمو برانك هاي صفيحية الخياشيم مثل الشارك تشوفون هذا التركيب ايه هذا اللون البرتقالي هذا هو نسميه انتر برانكيل سبتم هذا هو هذه الخيط الغلصمي هذا وهذا الخيط غلصمي فاذا هنا يكون نامي بشكل جيد بالكايمراز شوفوه شوية مختزل هذا يعني اصغر حجمه بينما بالتليوست لا تقريبا باقي بقايا هذي رمناتو او سبتم بقايا الحاجز فتشوفونا يعني شكله يختلف بهذه الانواع الثلاث A single row of lamelli on one side of interbranchial septum is called hemi branch او نسميها half the goal يعني مراتحنا تلاحظون هنا هذا صف من الخيوط الغلصمية او الصفاعها الغلصمية وهذا الصف الثاني صفين كل واحد من ذولا نسميهم hemi branch نسميه الخيشوم النصفي او نصف خيشوم كلمة hemi نصف لكن اثنين هم سوية هذا اليمين واليسار نسميهم holo branch الخيشوم الكامل الخيشوم الكامل فواحد منهم نسميه hemi branch واثنين هم نسميهم holo branch هذا في المصطلح هو كلمة hemi branch هو half the goal نصف خيشوم فهنا تلاحظون هاي التراكيب اللي هي الغلاصم بالاسماك استعرفنا هاي كلها نسميها internal gills غلاصم داخلية نجيه على الغلاصم الخارجية external gills الغلاصم او الخياشيم الخارجية هاي منين تنشأ they arise in the branch region تنشأ في المنطقة الخيشومية as filamentous capillary beds اذا الغلاصم الخارجية تنشأ في المنطقة الغلصمية او الخيشومية بشكل وسادة شعيرية وسادة من الاوعية الشعرية الخيطية يعني كلمة filamintos خيطي capillary او عية شعرية وبيتس يعني وسادة فهي اذا تنشأ من هذه المنطقة شوفوا سناب هذا الحيوان هذا النوع من السلمندرات يسمو سلمندر المكسيك axolotl يسمو axolotl هذا تشوفون هاي مالتا هاي كل اي عبارة عن external gills غلاصم خارجية بينما بالاسماك تقع للداخل فاذن they are found وين موجودة هاي الغلاصم الخارجية they are found in the larvae of many vertebrates اذا موجودة في يرقات العديد من الفقريات بضمنها الاسماك الرئوية including lung fishes وين موجودة ايضا some actinopterygian بعض الاسماك شعائية هذه والامفيبيانز البرمائيات هذه اماكن تواجد external gills الغلاصم الخارجية نجي على المثانة الغازية او نسميها المثانة الهوائية المثانة الهوائية هاي شايفيها بالاسماك مرات من السمك تاخذوها اقواية تشبه النفاخة بالجهة الظهرية هي هي سموها الغازي بلدر او اير بلدر مني اكتينو بتريجيان العديد من الاسماك شعائية الزعانف والزيس اقازي بلدر تمتلك مثانة غاز غازي بلدر شنو عبارة عن شنو is an elongated sack filled with gas من اسمها هي عبارة عن كيس متطاول ممتلئ بالغاز وعادة شنو هذا الغاز الموجود هو عادة الهواء usually air that enters via هذا عادة الهواء يدخل بيها منين يدخل via anumatic duct يدخل من خلال قناة تسمى القناة الهوائية anumatic duct هذه القناة مرتبطة بالغازي بلدر ومرتبطة بالقناة الهضمية إذن connected to the digestive tract ترتبط هذه القناة بالقناة الهضمية الآن يوجد رسم دعني نجعلها رسم سمكة هذه الاعتيادية هذه تراكيبها الداخلية هذا الدماغ الحبل الشوكي هذه الكلية سومي بلدر هي نسميها غازي بلدر أو سومي بلدر أو اير بلدر هي لونها أبيض هذا عندنا هنا المبيض عندنا المأمعاء هنا اللبر الكبد الهارت والقلز الغلاصم هذه القناة التي تربط هذا الكيس بالقناة الهضمية هذه مأشرة هي نيوماتيك داكت هي هذه القناة الهوائية فإذن يدخل الهواء للكيس يعني إما عن طريق هذه القناة أو مباشرة الغاز يفرز من الدم إلى داخل المثانة يعني هذه المثانة تحاط بأوعية دووية فالغازات تنتقل من الدم إلى هذه المثانة أو السومي بلدر مثانة السباحة أو اير بلدر مثانة هوائية أو غاز بلدر كل نفس المصطلحات هي تدخل بيها وتنفخها وهذه تستخدم بالطفو يعني السمك قاعدة ما تكون على مرتفعات أو منخفضات داخل المياه هذه فيما يخص القاس بلدر شنو أهميتها مثل ما قلنا قبل شوية قاس بلدر participate in buoyancy control إذن تساهم المثانة الغاز في السيطرة أو تنظيم عملية الطفو buoyancy تعني الطفو وهذا تسمى swimming bladder مثانة السباحة and sometimes in respiration يعني بعض الأحيان في بعض الأسماك قد تقوم هذه المثانة بعملية التنفس تعمل مثل الرئة كأنما يعني في بعض الأسماك هذه ما قلنا تعمل هي بعض الأحيان مثل الرئة لكن هناك اختلافات بينها وبين الرئة سوف نأخذها بشكل نقاط دفرنسز بين swimming bladder and lungs إذن الفروق أو الاختلافات بين مثانة السباحة والرئة أول فرق شن هو swimming bladders are usually located dorsal to the digestive tract إذن أول خاصية أن مثانات السباحة تقع عادة في الجهة الظهرية من القناة الهضمية شوفوا بالرسم هذه القناة الهضمية هي بالجهة الظهرية من القناة الهضمية dorsal to the digestive tract whereas lungs are ventral بينما تقع الرئات بالجهة البطنية إذن هذا أول اختلاف swimming bladder بالجهة الظهرية وال lungs بالجهة البطنية الاختلاف الثاني swimming bladder are single عادة إحنا عندنا مثانة هوائية وحدة أو مثانة السباحة واحدة whereas lungs are usually paired بينما عدي عادة رئة يعني اثنين ففي العادة هناك زوج من الرئات هذا الاختلاف الثاني لكن أكو استثناء لهذه القاعدة the australian lung fish عندنا السمكة الرئوية الاسترالية is an exception عبارة عن استثناء يعني ليش because the adult has a single lung هنا شوفوا عدنا استثناء قلنا عادة عدنا زوج من الرئات يعني رئتين اثنين بينما المثان الهوائية وحدة ما عدل السمكة الرئوية الاسترالية التي تعتبر استثناء ليش لأن الحيوان البالغ يمتلك رئة واحدة فقط ما عدها رئتين اثنين وين تقع الرئة دور سل تقع بالجهة الظهرية من الاختلاف الآخر ان سويم بلادرز بالمثانات السباحة رتيرن بلاد درينز تو جنرال سيستم كسيركوليشن يعني هنا الدم الذي راجع من مثان السباحة وين يصب يصب بالدوران الجهازي العام الذي نسميناهم سابقا ما اخذيهم الكاردينال فينز الاوريد الرئيسية فإذا الاوعية التي تأتي من السويم صب بالكاردينال فينز قبل ما تدخل القلب يعني ما تصب بالقلب مباشرة وينما تصب بالكاردينال فينز والكاردينال فينز يصب بالقلب بينما بالرئات الدم الوريدي الراجع يدخل مباشرة الى القلب معزول عن الدوران الجهازي العام هذا الاختلاف الثالث في المثانة بين المثانة والرئات هسه انتهينا من الغلز نجي الى الرئات معاصفاتها وخصائصها الريات 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 مصممة لتنفس الهواء مثل ما نعرف هذه المثانة في الأسماك البدائية ومعظم رباعيات الأقدام الريات تكون مزدوجة يعني رئة يمن ورئة يسرة بيرد امنيوت هذه بالحيوانات نسميها السلويات يعني كلمة نحن لم نأخذها سابقا بالأجنة لم نأخذها لأن الأخشية الجنينية أكو أربع أخشية أحد هذه الأخشية هو الأمنيون فالحيوانات اللي بيها هذه الأخشية الجنينية نسميها أمنيوت لأن عدها غشاء أمنيون يعني تشمل معظم الفقريات عدهم هذا الغشاء ما عدا أو باستثناء الأسماك والبرمائيات فهذا الأمنيون هو يحيط بالجنين فتسمى الحيوانات أمنيوت فبهذه الحيوانات اللي هي تمتلك غشاء السلة تعرفون مثل الإنسان هسا الرئاتية مرتبطة بالقصبة الهوائية مع البيئة الخارجية إذن الرئات ترتبط مع الخارج أو البيئة الخارجية عن طريق القصبة الهوائية تريكيا عادة القصبة الهوائية تتفرع إلى فرعين اللي هما نسميهم القصبات كلمة برونكاس قصبة برونكاي جمع قصبات يعني فرعين كل قصبة تروح إلى رئة يعني بعض الأنواع كل قصبة تتفرع بدورها تتفرع إلى شنو إلى قصيبات صغيرة هذا تتجهز الهواء إلى السطوح التنفسية يعني بس مجرد عملية إيصال الهواء تودية إلى السطوح التنفسية ضمن الرئتين وعندنا مثل ما تحفون بالإنسان هي الحويصلات يتم بها التبادل الغازي فهذه القصيبات تتوصل الهواء إلى الحويصلات الهوائية في حالة البرمائيات الحديثة يعني هذه موجودة الضفادع وغيرها الرئات عبارة عن أكياس مجوفة في تجويف الجسم البريتوني موجودة هاي شوفوها سهنا بالضفدعة هذه هي الرئات موجودة في داخل التجويف البريتوني ذيار إيلونجيت العفو الرئات تكون متطاولة باليورو ديلز هذه الحيوانات الذيلية مثل السلامندر مثل ما قلنا و بلبص وتكون بصلية أو منتفخة في اللاذيليات اللي هي الضفدعة اسميها اللاذيلية شوفوا شكلها بصلية منتفخة أو منتفخة بلبص بينما بالسلامندر أو اليورو ديلز الذيلية تكون متطاولة شوفوا الرئاس هنا هذه شوفوها هذه رئاس الضفدعة شوفوها منتفخة بينما بالسلامندر متطاولة شوفوها متطاولة هذا شكل الرئات في حالة البرمائيات الحديثة منتفخة 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 سنجعله رئاس بالزواحف تكون أكثر تعقيدا وموقعها في منطقة البطن بطنية الموقع يعني عدنا هذا حيوان السفينودون هذا الجنس السفينودون ما أخديه سابقا هو تابع لمجموعة من الحيوانات يسميها تواترة يسموها تعيش في جزر بعيدة عن شواطئ نيوزيلندا وتعود للجنس السفينودون ما أخذيها في المحاضرات الأولى هو هذا السفينودون فبالسفينودون هذا الجنس الحيوان لانكس ار سيمبل تين وول ساكت فإذن الرئات عبارة عن أكياس بسيطة رقيقة الجدار هذه هو السفينودون هاي الرئة ما لتهو هذا اللي ذكرنا هاي شوفوه الرئات هي هاي وهالتريكيا القصبة الهوائية فإذن عبارة عن أكياس رقيقة وبسيطة لدينا بعض السحالي ما عندها أرجل أو أطراف لدينا نسميها لدينا وبالحيطان العفو بالثعابين قصدي الحياة سنيكس ليفت لانج مايبي رودومنتري أو أبسنت هنا عدنا شوية اختلاف الرئة اليسرى قد تكون بشكل أثري أو موجودة يعني بس عدنا الرئة اليمنى هي البارزة شوفوه سهنان عدنا هذا الشكل اللي أمامنا بالصورة هو يمثل لي رئات الثعبان هذا ثعبان شوفوه عدنا هاي تراكيب الجسم هذا المرء اسوفيقاس هاي القصبة الهوائية اللونها أزرق هذا القلب هنا شوفوه عدنا رئتين هاي الرئة اللونها أزرق هاي الرئة اليمنى هاي اللونها أزرق شوفوه متطاولة بينما الرئة الثانية الرئة اليسرى تكون روديمنتري يعني أثرية أو معدومة شوفوه صغيرة كل يعني ما لفت قيمة يعني فرديمنتري يعني تعني أثرية هذه في السحليات عديمة الأرجل والثعابين هنا نوع أخرى من الثعابين إن بوا نسمي الثعبان البوا أفعة كبيرة وال بايثون أيضا ثعبان البايثون هو ثعبان كبير أو يسم الأصل فذول النوعين بوث لانكس آر فانكشنل هنا عندنا كل الرئتين يكونون فعالة تكون فعالة يعني عقس هاي اللي شفنا بالصورة اليسر أثرية واليمنى البارزة هنا بالبوا والبايثون كل الرئتين تكون فعالة لكن الرئتين تكون فعالة يعني هنا الرئة يصبح أصغر من اليمنى ليس مثل هنا أثرية أو معدومة لا هنا تكون أصغر من ثعبان البوا وثعبان البايثون في كاميليون هذه الحرباية ساكس بعض لونج إير ساكس أرائز فروم ديستال الأكياس الهوائية اللاحب أن هناك عدد من الأكياس الهوائية المتطاولة من هين تنشأ من الجزء البعيد للرئات رائز يعني تنشأ هين بالحرباية فبالحرباية هناك أكياس هوائية تنشأ من الجزء البعيد للرئات و عندما تنشأ هذه الأكياس تنتفخ The Chameleon Frightens The Predator يعني مرات تعرفون الحرباء تتعرض لمفترسات فهي تمتل هذه الأكياس بالهواء حتى تخوف أو ترعب المفترس Frightens يعني يرعب The Predator هو الحيوان المفترس تعرفون هناك فريسة ومفترس وتساعد بالهروب أو بالهزيمة فتشوفوا الشكل الرئات هنا هي الكامليون هذه الرئتين يمنى ويسرى وهذه هي الأكياس الهوائية فالحرباية تأخذ هوا تمتلق هذه الأكياس تبين شكلها ضخم على الرساس وتحاول أن ترعب الحيوان المفترس هذه في حالة الحرباية أو الحربا بالطيور هناك اختلاف هنا عندنا The respiratory system consists of lungs يتألف الجهاز التنفسي من الرئات and 9 air ساكس هناك اختلاف عن بقية الحيوانات بقية الحيوانات من الرئات ولكن هنا بالطيور هناك تسعة أكياس هوائية متصلة بالرئتين هذه تعرفون لأن الطيور الطيران يحتاج لها هواء كثير فوجود هذه الأكياس هي تساعدها فهناك تسعة أكياس هوائية تلعب دور مهم في عملية التنفس شوفوا هناك هذا الجهاز تنفسي بالطيور تلاحظوا هذه هي القصبة الهوائية هذه لتريكية هذه هذه تريكية تنزل لتريكية تتفرع إلى فرعين كل قصبة يروح إلى رئة هذه الرئات هاي لونها رصاص هاي وحدة هاي الرئة وهذه الرئة الثانية وذني كلها هي أكياس هوائية هاي البقية عندما كان اتصال القصبة الهوائية بالقصبات هناك تركيب نسمي المصفار أو عضو التصويت بالطيور تعرفون الطيور العصوات يعني معينة هو هذا نسميه عضو التصويت سيرينكس هذا نسميه المصفار أو عضو التصويت في الطيور وتلاحظون إذن هاي عندي أكياس تسعة هذاني اثنين هذولا أربعة ستة وهنا عدنا ثمانية وهذا الممتد للأمام تسعة فعدنا هناك تسعة أكياس هوائية موجودة بالطيور بقى آخر كم ورقة من المحاضرة نكمل استعرفنا بالطيور موجودة أكياس هوائية نجحة الثديات المصفار المماليون المماليون لأنه يكون مروضة في معرفة الثديات لأنها يصبح أكياس فيها المماليون المماليون من فصين أو ثلاثة فمقسمة إلى فصوص إنه يومن نجعل إنسان يجد عدد الفصوص The left lung has two loops الرئة اليسرى بها فصين While the right lung has three loops بينما الرئة اليمنى تمتلك ثلاث فصوص هذا هو الجهاز تدفسي بالإنسان تشوفوا هنا عندنا هذا تجويف الأنف هذا البلعوم pharynx larynx هاي الحنجرة هاي تريكي القصبة الهوائية تتفرع إلى فرعين كل فرع هو قصبة primary bronchus primary تتفرع إلى قصبة ثانوية secondary bronchus ثم قصبة ثالثية tertiary bronchus ثم bronchioles قصيبات وآخر شيء هذا الحجاب الحاجز وهي الرئتين اليمنى واليسرة لو نكبرها هنا هاي المنطقة نشوف تنتهي بالأخير بالحويصلات الهوائية هاي التراكيب القروية هي الالفيولاي الالفيولاس حويصلة الهوائية ويتم التبادل الغازي مع الدمس الأوكسجيني يدخل للدم والCO2 يجي إلى هواء الحويصلة ويتم طرحها نحو الخارج في بعض الثديات عدنا في بعض الثديات مثل whales اللي هي الحيتان elephants الأفيال أو الفيل and many parisodactyls والعديد من مفردة الأصابع تتكرون أخذناها الحيوانات الظلفية إما شفعية الأضلاف أو وترية الأضلاف أو نسميها مفردة الأصابع lungs are simple and without loops إنا بهاي الحيوانات إذن الريئات تكون بسيطة ولا تحتوي على فصوص آخر جزء بالموضوع بقى الأعضاء التنفسية الملحقة يعني تعرفون غير اللي ذكرناها الريئتين والغلاصم أكو أعضاء تنفسية أخرى هاي نسميها accessory ملحقة اشتشمل yorksack and alantois كيس المح واللقانقي هاي قلنا من أخشية الجنين هذي بالجنين موجودة هذي تعمل على تبادل الغازي كل الفقريات الجنينية use yorksack with its vital circulation for gaseous exchange إذن كل الأجنة مع الفقريات تستخدم كيس المح مع الدوران المحي vital circulation تستخدمه لأغراض التبادل الغازي هذي أول شيء yorksack والalantois في حالة الزواحف والطيور والثديات alantois هذا الغشاء اللقانقي هو أحد أخشية الجنين and alantoic vessels والأوعية اللقانقية become temporary respiratory organs هذي تعمل كأعضاء تنفسية مؤقتة وقتية يعني نجي الجلد مثل ما تعرفون بالضفادع الجلد يعمل كأعضو تنفسي in amphibians بالبرمائيات respiration is common via moist skin إذن التنفس يكون شائع بواسطة الجلد الرطب which is highly vascular يكون وعائي فالحيوان من يكون داخل المي يمكن يستخدمه في عملية التنفس عندنا البطانة أو الظهارة البطانية lining epithelium هذي أيضا تعمل كأعضو تنفسي in some fishes في بعض الأسماك and aquatic amphibians والبرمائيات المائية the lining of cloaca هنا بطانة المذرق أو المجمع والركتم المستقيم والمعي gut or bucoferengial epithelium أو الظهارة الفمية البلعومية هذه كلها تكون وعائية تحتوي على أوعية is highly vascular وعائية and aids in respiration وتساعد في عملية التنفس إذن هذه البطانة أو الظهارة البطانية في هذه التراكيب تساعد في عملية التنفس لدينا المثانات المذرقية أو المجمعية نسميها هذه ليست كل حيوالات in some aquatic territories في بعض السلاحف المائية appear of thin walled vascular and the clovacal blooders and the clovacal blooders عندنا هنا ما هو زوج من المثانات المذرقية التي تكون رقيقة الجدار العفو وتحتوي على أوعية دومية هذه تعمل أيضا كأعضاء تنفس serve as respiratory organs تعمل كأعضاء تنفسية الشوكت تعمل كأعضاء تنفسية during submergence for longer duration يعني السلحفات من تغطس بالمي كلمة submergence يعني غطس تغطس أو تنغمر بالمي لفترات طويلة راح تتنفس عن طريق هذه المثانات المذرقية يتم التبادل الغازي ما بين الماء والدم عندنا الغلاصم غطاء الخياشيم opercular girls نسميها in some fishes هنا أيضا في بعض الأسماك with an operculum اللي تمتلك غطاء غلاصم أو غطاء خياشيم نلاحظش موجود a series of vascular lamelli هناك سلسلة من الصفائح الوعائية with a respiratory function إلها وظيفة تنفسية develop on the inner surface of operculum إذن نلاحظ أن السطح الداخلي لغطاء الخياشيم يحتوي على صفائح وعائية تقوم بعملية التنفس يعني بالإضافة للغلاصم هناك إذن صفائح وعائية في بطانة أو السطح الداخلي لغطاء الخياشيم وآخر شيء بالمحاضرة هي نسميها الفارنجيال دايفرتيكيولا من كلمة دايفرتيكيولا تعني ردب الردب هو عبارة عن تركيب أمبوبي نهاية وحدة مننا مفتوحة والنهاية الثانية مزدودة يعني شلون عندنا الزائدة الدودية نهاية مفتوحة ونهاية مزدودة هو هناك عندنا ما تسمى بالردب البلعومي The vascular posterior extensions of pharynx عندنا امتدادات الخلفية الوعائية للبلعوم في هذه الحيوانات periophthalmos and amphibnos هذه نوع من الحيوانات هناك امتدادات من البلعوم مالها سير تبريذ atmospheric air تستخدم هذه لتنفس الهواء الجوي during emergence out of water for short periods يعني هذه الحيوانات اذا تخرج خارج المي لفترات قصيرة كلمة emergence يعني تظهر out of water خارج الماء لفترات قصيرة اللاحظ راح تستخدم بتنفس الهواء هذه التراكيب الستة ذكرناها هي تراكيب ملحقة بالجهاز التنفس وبذلك نكون قد انتهينا من اخر محاضرة من محاضرات التشريح المقارن